وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السهر الرسمية وتمكنت الوزراء خلال 24 ساعة من ضبطي 340 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 125 طن ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 53 طن السلع وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السهر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 20 طن أما في مجال البيع بأزيد من السهر الرسمي لمواد البناء فقد تم ضبط 40 طن إسمنت وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعمة تم ضبط أكثر من 10 أطنان دقيق مدعم وأسمدة مدعمة وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 420 قضية من بينها 139 قضية خبز ناقص للوزن و109 قضية خبز غير مطابق للمواصفات